بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان اختبار الفصل الأول في الرياضيات للأولى ثانوي رقم 13 حيث يقول E مجموعة الأعداد الحقية X حيث القيمة المطلقة لX1 أقل تماما من 2 و G مجموعة الأعداد الحقية X حيث القيمة المطلقة لX3 أكبر تماما من الواحد قال أكتب E و G على شكل مجالات ثم عين المجموعة E تقاطع G وماذا و E اتحاد G بعدها قال عين جبريا الأعداد الحقية X التي تحقق القيمة المطلقة لX زائد 2 تسوي النكم 3 إذن ننطلق على بركة الله في الشرحة المفصلة إذن ننطلق في الإجابة على السؤال الأولى الأبناء قال أكتب E و G على شكل مجالات إذن نكتب هنا كتابة E و G على شكل مجالات لاحظوا وانتبهوا معي الأمر جدا بسيط أولا نأتي إلى E ها هي قيمته أو العلاقة لهي القيمة المطلقة لX ناقص 1 أقل تماما من 2 تقول القاعدة أبناء إذا كانت عندنا القيمة المطلقة لX ناقص C أقل تماما من R فإن X يصبح محصور ما بين C زائد R وماذا؟ وC ناقص R هكذا تقول القاعدة ها هو السي وها هو الر إذن فتصبح لنا هكذا X محصور ما بين السي قلنا كم؟ ها هو السي انظروا ها هو هذا الناقص هو ناقص القانون اللي دخلنا فيه إذن هذا هو السي وهذا هو الر تابعوا سبحانا واحد من هنا وواحد من هنا ناقص R الآن ها هو كم؟ إثنان إذن نضع هنا إثنان وهنا نقل زائد إثنان لاحظتم؟ هكذا حتى تفهموا الفكرة جيدة فيسبح لنا X محصور ما بين الثلاثة وماذا؟ وناقص واحد فقط إذن كيف نعين هذا الحصر؟ نحوله على شكل مجال نقول X أو G لأن أقال E يصبح يساوي لنا ماذا؟ من ناقص واحد إلى غاية الثلاثة مفتوح لماذا مفتوح؟ لأنه تماما ركزوا جيدا ها هو X أكبر تماما وأصغر تماما فيصبح لنا المجال E ها هو فقط نأتي الآن إلى الج لاحظوا ماذا أعطلنا أعطينا القيمة المطلقة لـ X ناقص ثلاثة أكبر تماما من ماذا؟ من واحد تقول قاعدة إذا كان عندنا X ناقص C أكبر تماما من R فإن X يصبح ينتمي من ماذا؟ من ناقص ما لا نهاية إلى C ناقص R مفتوح اتحاد ماذا؟ من C زائد R إلى غاية زائد ما لا نهاية إذهبوا إلى كتاب مدرسي سوف تجدنا هذه العلاقات الآن ماذا ينتج؟ ينتج لنا ها هو انظروا ها هو R وها هو C فيصبحنا X ينتمي من ماذا؟ من ناقص ما لا عفوا قلت من ناقص ما لا نهاية إلى غاية C كم؟ ثلاثة ثلاثة ناقص R لهو ناقص واحد هكذا اتحاد C لهو ثلاثة زائد R لهو الواحد إلى غاية زائد ما لا نهاية الآن تصبحنا X ينتمي من ماذا؟ من ناقص ما لا نهاية إلى الاثنان مفتوح اتحاد من ماذا؟ من الأربعة إلى غاية زائد عفوا زائد ما لا نهاية هذا ماذا؟ يعني أنه G يصبح ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى الاثنان مفتوح اتحاد من الأربعة إلى غاية زائد ما لا نهاية فقط ها هو قد أجبنا قال على شكل مجالات ها هو المجال المجال G وها هو المجال E فقط أبناء بعدها نأتي إلى السؤال الآخر قال عين E تقاطع G و E اتحاد G إذن نكتب هنا تعيين أولا E تقاطع G أولا نقوم برسم هذا المعلم الخطي انظروا هكذا عندنا هنا معروف أنه هنا ناقص ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية دقيق فقط نأتي الآن إلى تمثيل مجال E المجال E إذا جئنا هو من ماذا من ناقص واحد إلى غاية أو هنا أقوم أمامكم بالتدريج حتى تلاحظوا إذا قلنا ها هو سفر هنا واحد وهنا اثنان وهنا الثلاثة وهنا الأربعة وفي الجهة الأخرى عندنا الناقص واحد هكذا تكفينا هذه عندنا كذلك هنا ناقص اثنان لكن لا دائم إذا ننطلق في المجال الأول قال من ناقص واحد إلى ثلاثة من ناقص واحد إلى ثلاثة ها هو أمامكم بالألوان المختلفة من ناقص واحد إلى ثلاثة هنا والمجال مفتوح الطرفين هنا مفتوح وهنا مفتوح نأتي الآن إلى المجال الثاني هذا اسمه قلنا ماذا اسمه نأتي الآن إلى المجال ج من ناقص مال النهاية إلى غاية ماذا من ناقص مال النهاية قال إلى غاية الاثنان ثم من الأربعة إلى غاية زائد مال النهاية والمجال عندنا كيف هو إنه مفتوح كذلك هنا مفتوح وهنا مفتوح فقط الآن ماذا تقول القاعدة؟ في التقاطع نأخذ الألوان المشتركة فقط إذن تصبح لنا الألوان المشتركة من أين؟ من هذا المكان إلى هذا فقط هذا هو التقاطع يصبح لنا E تقاطع G يسأل لنا ماذا؟ من هذا المكان إلى غاية هذا المكان يعني من ناقص واحد إلى اثنان كيف هو مفتوح الطرفين لأن هذا كله مفتوح وهذا كله مفتوح الآن نأتي إلى الاتحاد E اتحاد ج في الاتحاد أبنائي تقول نأخذ كل الألوان لون الأول أو الثاني أو المجموع بينهما يعني ناقزوا كيف حتى تفهموا يعني من هنا إلى غاية حتى هنا يعني نأخذ الألوان المشتركة وغير المشتركة ثم كذلك قلنا كذلك والألوان غير المشتركة ها هو اللون ما زال من هنا إذن في الاتحاد نأخذ كل الألوان إن وجد لون نأخذه وإن وجد لونين نأخذه وإن بقيها مثل ما نلاحظ هنا لا يوجد ألوان أصلا فتصبح لنا مجموعة هذه ما هي؟ تصبح لنا من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ثلاثة اتحاد من الأربعة إلى غاية زائد من أن يقول أحدكم أنها هو فارغ لا يوجد أصلا أي لون هنا في هذا المكان يعني الاتحاد هنا يبقى هذه المكان يبقى فارغا قلت في الاتحاد تأخذون الألوان يعني ليس اشتراك الألوان اشتراك الألوان في ماذا في التقاط وها هو اشتراك الألوان أما الاتحاد تأخذ كل الألوان هنا اللون ها هو من هنا إلى هنا الأحمر إلى غاية هنا ومن هنا الأزرق إلى غاية هنا معناه يصبح لنا الاتحاد هو من هنا إلى هنا ثم عندنا من هنا إلا الأحمر فيأخذه كذلك لأن نقول الألوان المشتركة وغير المشتركة العناصر المشتركة وغير المشتركة هذه هي لغة الاتحاد فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا الجنة الآن إلى السؤال الذي جاء بعدها السؤال الأخير قال عين جبريا للأعداد الحقيقة X التي تحقق القيمة المطلقة لX زايد 2 يسوي 3 إذن نقول تعين قيم X التي تحقق ماذا تحقق القيمة المطلقة لX زايد 2 تسوي لنا كم ثلاثة اسمعوا جيدا ماذا تقول القاعدة العامة اسمعوا جيدا تقول إذا كان عندنا القيمة المطلقة لX تسوي A مع هذا A أكيد قيمة مجابة فإن إذا فككنا تصبح لنا هكذا X يسوي A أو X يسوي ناقص A هكذا تقول رياضيات يقول أحدكم والمقصد كأنما هذا هو X وهذا هو A هذا كليا X كل هذا الذي بين القيمة المطلقة X إذا ماذا تصبح لكم تصبح لنا هذه تصبح لنا هكذا إذا القيمة المطلقة لX زايد 2 تسوي لنا ثلاثة أي تصبح لنا هكذا أن X زايد 2 يسوي لنا ثلاثة أو X زايد 2 يسوي ناقص ثلاثة ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا أي أن X يسوي لنا ثلاثة ناقص كم إثنان تسوي لنا كم؟ تسوي لنا واحد إذن هنا X يسوي واحد نأتي إلى هذا ننقله إلى هنا تصبح لنا X يسوي لنا ناقص ثلاثة ناقص إثنان أي أن X يصبح كم يسوي لنا ناقص خمسة تعالوا نتحقق من هذا الكلام وثم نقول إذا قال قيم X التي تحقق إذن قيم X التي تحقق هي الواحد والناقص خمسة التي تحقق هذه معدلة أو مساواة تعالوا نتحقق عوضوا هنا بواحد انظروا واحد زائد اثنان ثلاثة صحيح عوضوا الآن بناقص خمسة ناقص خمسة ركزوا ها هي أمامكم أو عوضوا هنا ناقص خمسة زائد اثنان سبحثنا ناقص القيمة المطلقة لثلاثة والقيمة المطلقة لناقص ثلاثة والتي تسعينها ثلاثة إذن القيمتين التي وجدناهما إنهما قيمتين صحيحاتين لما عوضنا بهما تحققت هذه المساواة وفي الأخير أبناء وابنات العزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لأنني بإستحال وعافية الترحم على رغم الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته